السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن أول درس بنسبة للربع البتدائي الدرس بيتكلم عن الكسور زي ما احنا شايفين الكسور يعني عدد كسري عدد كسري مثلا زي السبعة هي ممكن نكتبها سبعة على واحد أو أربعة عشر على اثنين أو واحد وعشرين على ثلاثة لأننا عملت ضربت واحد في البسط والمقام هنا وعملت برضو هنا اثنين في البسط والمقام فهي نفس القيمة أو المثال موجود عندي بيقول لي باع كل مما يلي في صورة كسرية بمعنى لو أنا عندي واحد ونص هو بيساوي واحد زائد نص طيب الواحد ده مش ممكن نكتبه في صورة اثنين على اثنين طيب عمي بقى أنا ممكن أكتبه في صورة اثنين على اثنين كويس جدا طيب الاثنين زائد واحد بتلاتة وطبعا احنا عارفين المقام هيفضل زي ما هو من غير تغيير طيب لو أنا عندي خمسة وتلت التلت ده أنا ممكن أحطه زي ما هو هدرب الخمسة في التلاتة ليه لأنني أنا عايزة تكون المقام تلاتة فهدرب بسط ومقام في كام؟ في تلاتة لأنها يديني خمستاشر على التلاتة زائد واحد على تلاتة ده بيديني ستاشر على państям انا هنا بغير الموضوع من شكل عدد صحيح وكسر الى كسر فقط طيب لو أنا عايزة عمل للعكس أنا عندي عدد صحيح وكسر بس أنا عايزة خلي أو أنا يربي أنا عندي كسر بس وعايزة خلي عدد وكسر طيب هجيب 17 على 5 مثال وهاخد هنقص من 17 العدد اللي هو ممكن أقسمه على المقام اللي هو عندي 5 ف15 على 5 هيديني 3 زائد 2 على 5 هسيبها زي ما هي هتبقى 3 و 2 على 5 طيب هل أنا لو كان عندي بسط زي 3 على 5 وضربته في نفس العدد بسط ومقام القيمة هتختلف؟ لا قيمة الكسر نفسه مش هتختلف يعني هتبقى 6 على 10 لو أنا ضربت 3 في 2 هتكون 6 5 في 2 هيديني 10 لكن القيمة نفسها للكسر لا مش هتختلف بس لازم أضرب في البسط والمقام نفس العدد أو الاسمة يعني أنا عندي 8 على 12 لو أنا جيت أسمت 8 على 2 هيديني 4 وجيت أسمت الـ 12 على 2 هيديني 6 طب أنا لو ضربت الـ 4 في 2 هيديني 8 تاني لو ضربت الـ 6 في 2 هيديني 12 تاني طيب آخر المثال موجود عندنا هاوصل للناتج في أبسط صورة عندي 2 و 2 على 3 زائد 1 على 5 نويس 4 على 5 ده عدد وكسر عايزة أخليه بسط مقام فقط فهضرب 3 في 2 هيديني 6 هجمعها مع البسط 3 في 2 بـ 6 زائد 2 هيديني 8 المقام زي ما هو زائد 1 على 5 ناقص 4 على 5 طيب عملت إيه؟ أنا لازم أوحد المقامات في الجمع والطرح لازم أوحد المقامات أخليه مقام عام طيب هنا عندي 5 و 3 و 5 يبقى أنا ممكن أخليه المقام 15 يبقى أنا هضرب هنا بسط مقام في 5 هيبقى 40 على 15 وهضرب هنا 3 بسط مقام هيديني 3 على 15 وهضرب هنا في 3 برضو لأن المقام عندي بـ 5 يبقى 12 على 15 وهجمع جمع عادي للبسط والمقام هيفضل ثابت زي ما هو يعني عندي 40 على 15 زائد 3 على 15 بـ 43 على 15 ناقص 12 على 15 هيديني 31 على 15 طيب أنا عارف أن 30 لو أسمتها على 15 هيديني 2 وهيتفضل الـ 31 بتاع الـ 31 هيبقى 1 على 15 لو أنا عايز أكتبها في صورة عدد صحيح وكسر ده كان فيديو بسيط عن أول درس الرابع ابتدائي بالنسبة لمادة الرياضيات السلام عليكم